بعد جذل حول جودة مشتقات البنزين محلياً انتهى اللغة بإيضاح شامل على لسان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم العلوين تركز حول أن المصفاة تنتج البنزين منذ ستين عاماً باستخدام المنغنيز المستخدم عالمياً وفق المواصفات الحديد بالبنزين عالي جداً وهو معروف يؤدي إلى تلف البواجي ويؤدي إلى سوء الاستهلاك وبالتالي إلى زيادة الاستهلاك أيضاً بس هذا المنزين مطابق للمواصف ليه؟ لأن الحديد مش مذكور بالمواصف تخيلوا أنتم يعني أنه بخرب الدنيا وبيزيد الاستهلاك بس مطابق ليه؟ لأن الحديد أو المواصفة لا تتطرق لموضوع الحديد بالمقابل المنغنيز اللي بتستعمل المصفاة كإضافة للمنزين مستعمل منذ 11 سنة بالضبط عمر ما كان فيه أي شكوى ومستعمل بـ 152 دولة بالعالم مستعمل 150 مصفاة بالعالم مستعمل بالوياف المتحدة الأمريكية ومستعمل بكندا اللي عندهم مئات الملايين من السيارات بدون أي مشاكل وما بتصور أنه إحنا أحرص على سياراتنا منهم يعني هم أيضاً حريصين على سياراتهم وبتراكيز تصل إلى 18 مليل جرام على اللتر اللي هي النسبة اللي إحنا بستعملها ونجي نشوف التصريح ينسب أنه والله المشكلة من الحديد ومن المنغنيز مع أنه إحنا مجربين 12 سنة وما صار إشي بس مع ذلك بنلبس الترصبات للمنغنيز العلوين أوضح أن تركيز 24 مليل جرام لكل لتر يقع ضمن تفاوت الفحوصات المخبرية حسب المعايير وأن أي تقارير أجنبية عارية عن الصحة فيما يتعلق بتقييم مؤسسة مصفات البترول الأردنية كما هي للحديد والحديد للأمانة هناك بحث منشور من قبل المعهد الياباني لأبحاث السيارات منشور عام 2006 بحكي تماما عن هذه المشكلة ترصبات على البواجي زيادة الاستهلاك وبسبب وجود الحديد بالبنزين نصا بهذا الكلام فمنتفاجأ أن البنزين الذي يحتوي على الحديد الضار الذي يؤدي إلى ترصبات على البواجي الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك أنه بنزين مطابق وهذا هو البنزين المستورة طبعا بنزين المصفات الذي يحتوي على المنغنيز الذي لا يسبب بين مشاكل والناس كلها من تلقاء نفسها وبشكل خلينا نسمي عن قناعة ذاتية تحولت أو تحول أعداد كبيرة من الناس لاستهلاك منتجات المصفات منتجات جو بيترول بعد ما جربوها وتقع أسباب عدم تقدم مصفات البترول في التوسع بعملها على أن الحكومة مدانة لها بقيمة ستمائة مليون دينار المصفات حقيقة بحاجة إلى مشروع أو يلزمها مشروع التوسع الرابع حتى أنه تزيد إنتاجها حتى تتحسن بعض مواصفات منتجاتها إلى آخره وما يحول دون ذلك هو أن المصفات لها على الحكومة حوالي ستمائة مليون دينار ولا تتلقى دفعات من هذا المبلغ وبالتالي الحكومة مدينة للمصفات بستمائة مليون دينار إذا توفر هذا التمويل يصبح جدا من السهل أو إذا توفر هذا المال وأخذته المصفات واستردته المصفات يصبح هذا التمويل هذا المشروع شيء بسيط جدا في ضوء هذه المعطيات أكد العلوين أن أخذ العينات من الشركات التسويقية الثلاث وعملية التنسيق والمراسلات مع المختبر الذي تم اعتماده قامت به إحدى الشركات المنافسة مؤكدا على أن مادة الحديد لم تعد تستخدم حسب المراجع الدولية كمادة مضافة للبنزين أي أنها مادة ممنوع إضافتها للبنزين أصلا سامة بليبلي الحقيقة الدولية